أهلا بحضراتكم في أولى محطات الكابتن محمد أبو العز نجم الشواكيش ومنطخب مصر كان لعيب زي ما قولوكم حدس ولا حرج كان حاجة زي اللعبة بتاعت أوروبا ممكن يفوق برضو بعد لعبة أوروبا لأن أنا لعبتي معاه وشفته وبشتنا اللي بحكم عليه كده لا ده هو هتسمع منه حاجات وإحنا بنحاول نجيب حاجات ليه قديمة بنحاول إنه محظينا وحش يعني إينا حاجات قليلة يعني كابتن أبو العز أخبرك إيه؟ الحمد لله بخير كله تمام؟ خير الحمد لله بخير عايزة أبدأ معك أولى محطاتك أو أولى بداية مشوارك هل أنت لعبت زينا في الشارع وفي الكرة الشاراب والكلام دي كله ولا أنت كنت مختلف في البيت؟ لا المختلف ده الشارع هو اللي طلع نجوب الشارع كنا بنلعب فيك وكان كل منطقة فيها ثلاثة أربعة شوارع أنت كنت ساكن فين؟ في الزين العبيدين الزين العبيدين كان ليك فرقة في الحي بتاعك؟ لا كان كنا مجموعة كان جنبينا على طول بعدنا في حوالي مئة متر المدبح المدبح وكان قدام المدبح فيه ملعب بعد الساعة ثلاثة بيبقى يعني هوا مفيش مكان مفيش يعني هوا تروح تلعب في أي وقت وكان فيه وطلع مجموعة كبيرة من اللاعبين زي وهذا يصوم طبعا مرحوم كابتن عبدو نصحي وكابتن محمد رفاعي حسن علي حسن علي على فكرة حسن علي بقى خاله وكابتن عبدو نصح وآه أنا عارب دي طبعا أنا عارب وكان فيه بكر علي اللي هو جاب جن انترناسونال بتاع الزمالك أيوا بكر علي وكان كابتن محمدين من زين العبيدين كل دول ميدان من ميدان آه ومحي آآ بادوي اللاعبنات الزمالك من هناك وياسين اللاعبنات الزمالك بلعب بكراية بتلفت مجموعة كبيرة كابت بحناك سامي منصور؟ لا سامي لا مش سامي الدراسة الدراسة وبعدين لما عملوا مركز شواف زينهم فبقنا نتجمع بفوق جمعوا هل كان ليك فرقة بقى بتلعب انت معها في بتلفوا بيها الأحياء لا 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 مفيش أحياء تقول لنا انتجمع في أي وقت نروح نلعب نروح نلعب في الفوالة نروح نلعب في الضرب الأحمر نروح نلعب كانت كرة الشراب كرة الشراب بس المدبح كان بيلعبه كرة جلد عشان في المدبح بقى؟ اه جلد بسيط عندهم المستشفى الأطفال فابو الريش كان عاب عزيز هنداوي لعب الإسماعيلي كانوا بيلعبه اللي هو شرع الموريس اللي فيه كابتن حمد أمام ما أرحمه كانوا بيلعبوا كرة الكويتش للتنس دي بطيبقى أصعب اه بطيبقى أصعب كان كل حي مميز بحاجة لغاية ما تلعب بقى كرة الشراب كله بدأ يلعب بكرة الشراب اللي هي بتتعمل بالكلة طب هل كان فيه لعيبة بتلعب معاك كانت لعيبة بعد كده دخلت ترسان أو الأهل أو الفرق الكبيرة دي و بقى اسمه كبير لا هو مفيش الله يمكن كابتن بقر طبعا كابتن رفاعي وعبده كان مثل لينا لا طبعا كنا مثل لينا كابتن رفاعي خدني وداني الزمالك نعم مين اللي وداك الزمالك اه وداني الناد الزمالك كابتن رفاعي كابتن محمد رفاعي محمد رفاعي محمد رفاعي محمد الله عليه اه ويعني كنت بخاف كنت بتخاف اه لقيتن هناك كانت فرقة كويسة قوي علي وهدان وعبد وعبد العزيز وحسام السمر وفروق السيد وأنا كنت صغر منهم بسنتين أو ثلاث سنين فكابتن علي شرف نزلني معاهم فطبعا ما بقيت تاية انت في بداية حياتك كنت بتشجع ايه كنت بتشجع ببدأت وروحت اتفرقت على الأهلي والزمالك الماتش بتاعة طلصت صفر بتاع كابتن صالح وكابتن طاهة والجوهري لا 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 والجوهري دا سنة كامة كابتن دا كان حاجة وخمسين اه في الأول الخمسينات كنت رايحوا بالفرحان بقى هتشجع الزمالك والماتش دا على فكرة يعني كنت بتشجع الزمالك كنت بتشجع الزمالك هتشجع الكابتن رفاعي ازهر كده على حياته اه بعدين كان يتعور هو في الماتش دا اه جات له جاله شد نتيجة اللي كان بيلعب عليه كابتن عواضين ايه كان عواضين سريع جدا اه طبعا طبعا صعب يقف لدرجة ان مكنش فيه تغيير اه فلبس رجبة وكمل الماتش وشوف الأخلاق ان الكابتن صالح طول ما كان رفاعي السليم كان كل السرهات من وراه لعواضين أول ما أصيب ادى عواضين ضاهره اه طعا ادى له ضاهره عشان مزهرش ضعف الخص اه شوف العلاقة اللي بين ال والماتشن تقع الراواند التاني الزمالك كسب 3-0 يعني ردهاله ردهاله كان علاء ورقفة وعلي موحس اه ردهاله بعد كده روحت النادي الاهلي روحت النادي الاهلي سنة كابتن؟ بعدها بسنة على طول اه كان عندي 15 سنة اه انت كابه داير بقى كان لا مش روحت كنا بنلعب في حتة عندنا كابتن مصطفى في اللي عند المدبح فكان بيجي كابتن فتح الخطاب جناك مصر الدولي ولعب النادي الاهلي فشافني فقال لي محمد كنت بقى في جون مكنتش بالعب معاهم كنت لعب جون كانوا بيوقفوني جون لان كنت كويس بمسك كورة كويس بلعب بسكت في المدرسة فقال لي هتيجي النادي الاهلي وروحت مع النادي الاهلي وكان الجيل اللي كان فيه جمال محمود وسيد فرج مصطفى عبدالغالي ومصطفى عبدالغالي ومجموعة دي انا اصغر منهم برضو بسنتين ثلاثة فكان بيمرانهم الكابتن كامل مسعود وساعات الكابتن همامي فلاقيت الكابتن همامي بيدربهم فخفت بيدربهم يعني عشان ده مسك جمال محمود من ودانه ورفعه رفعه فوق فانا يعني ما تعودتش على الحاجات دي والنادي الاهلي كان اسمي كبير كرهت النادي الاهلي؟ لا ما كرهتش لا ما روحتش خفت بقى لا خفت تخليني في الباسكت بقى بدل ما تترفع فما روحتش ودوما قال لي اللي انت ما كملتش قلت له لا عشان المدرسة كان زمان اللي يلعب كرة صائع اما طبعا كانوا لك لو لعبت كرة بقابلني اه بقابلني تعالى فكان بيلعب عندنا ناس من رايب بكر قلة عجلة اللي هم بكري فيهم بكر عالي ده ايوه فاخدني كان بيلعب في الترسانة فقال لي تعالى هالترسانة معانا قلت له لا لا انا خلاص مش هلعب كرة خدت قرار خدت قرار اه بعدين قال لي انت ابتعلا بس شوف فروحت معاه اسمه عنطر اه ابن عم بكر فروحت معاه فقابلت الكابتن سيد بولبل والله يرحمه كان عندي في الوقت ده 16 سنة وكنت مربي شانبي كمان فاول ما انا داخل الكابتن سيد قال لي انت انت عندي كم سنة قلت له 16 كان زمان التزوير عادي لا كان جسمي قوي يعني اه اللي بيشوفني مش اقال لي من 18 او 20 سنة اه فقال لي لا انت مزور اه ابدا كان يعني موضة بقى عارف بشوف ده من ربش انا اه فقال لي طب انت مش مزور قلت له لا قلت له انت عندي على الاستمارة قلت له مش هل منزل الملعبة كابتن اه قال لي لا احنا مستقين ان انت في لعب كويس اه فقلت له امضي فمضيتلي استمارة فاتمرنت معهم قال لي هتيجي التمريد اقصد له يا كابتن اقلت بس تعالة بس لو ما عجبكش التمريد خلاص ما تكملش وكان عينيك كويس او كابتن سايب بقول الله الرحمة لما دخلت الترسانة او كان مين بقى النجوم من بتوقع الترسانة انت دخيلت كان الشاز لي مصطفى رياض ابراهيم الخليلي ابراهيم الخليلي كان اه كان في الفرحة فوقينا وانا في النشيين كان إبراهيم نشيين وهيلعب درجة أولى كان اسمه كويس وكان بقى الكابتن حمدي عبدالفتاح كابتن حنف إبراهيم كابتن الشغبي كابتن خيري عيلة شرشر التلاتة كابتن حنف شعراوي فؤاد جودة كابتن حنف شعراوي اتمرنت معاه مرني لا هو ممرني وكان بيفطل كان في نادي شمال القاهرة وفي نفس الوقت اتدربت مع كابتن شيوي كابتن شيوي فكل دول طيب كان أول لحظة أو أول وهلة كذا دخلت فيها نادي ترسانة حسيت في وقت من الوقت ان انت تبقى نجمي من النجوم الكبيرة دي لا انا كنت بلعب كنت بحب الكورة وكان مجهودي بقى الواحد كده سبحان الله كان عندي تحمل عندي تحمل لاني بلعب كتير في الشارع وفي المدرسة ببطلش لعب ببطلش لعب فكان عندي تحمل فشافني كابتن سيد بلبل وكان بقى كنت ايه ما محبش أخش على حد أقطع تقطع بسي بتوقع فقال لي لا لعبك ده لعب بنات لازم تخش بقوي قلت له الله نسميانكم الشواكيش يا كافي قال لي لا مش بتضرب خشوا قوي على الكورة عشان تاخد فكنت ده اللي علمني فعلا أنا عمري ما عورت أحد على فكرة يا مصدر الحمد لله قلت بلعب قوي جدا وعمري ما جمعت أربع أنزارات في السنة كانت زمان اللي يجمع أربع أنزارات يتوقف عمري ما جمعت طول السنة 22 مات فشافني كابتن سيد فبقى يلعبني في وسط الملع واما يزنق يلعبني فيرويد فيرويد من جول كيبر لنص الملعب لفرويد ده جول كيبر في الشارع في الشارع لما لابتش في الترسانة لا لا فقال لي كابتن سيد البولبول اللي رحمه قال لي على فكرة أولادة محمد قليش أقول لي إزاي محمد هتبقى عيب كويس فلعبت وكان فرقتنا كويسة وكان معي صلعب فتاح وكان معي شريف الدوني وكان معي مجموعة كويسة بس للأسف ما كملش اللانة لأن كان فرقة كويسة بتاع الترسانة الكبيرة آآ فكان اللي بيطلع خلاص بيراية آآ وكان هم فرقتين بس ناشئين آآ سبعتاشر وتسعتاشر وتسعتاشر طب وإنت بتلعب في الناشئين وحسيت نفسك بقى أنك هتبدأ تتصعد للفريق الأول أنت ما فكرتش في الأهل والزمالك وقلت لأ خسر الرعب في الترسانة لأ ما كانش في انتقالات يا كبير كانش في انتقالات آآ كانش في انتقالات خالص كانت تهتمد استمارة آآ يعني هي دي اللي 25 سنة آآ تقبيدة آآ بتاخد تقبيدة لما كنت بتلعب قدام آآ أهل والزمالك حتى في الناشئين كان إيه الفرق بين الأهل والزمالك والترسانة ما كانش فيه فرق في الملعب خالص آآ وعلينا كان حظينا كويس إن كان زمان الاتحاد عامل نظام كويس أولا كبت النصط آآ كان مثلا هنلعب الأهل والأهلي إحنا نلعب الساعة واحدة اتناشر والفرقة الكبيرة تلعب الساعة ثلاثة نلعب الزمالك الفرقتين للناشئين يلعبوا ضد بعض فكان الجمهور تعودنا على الجمهور وكان طبعا ماتشات الأهلي الجمهور بيجي كتير طبعا ملعب الزمالك أو في الترسانة ملعب الزمالك بيجي لنا جمهور كتير فالناس بدأوا يتعرفوا علينا في الفترة دي جي مجموعة المدربين الأجانب لو تفتكيرهم آآ اللي غسلاف بروجيتش بروجيتش جالنا إحنا مستر ماتيكاوي ماتيكالو فاندلر وبوبا وكوكيزا كان مدربين جامدين أوي إحنا حظنا كويس إن كان من أفضل المدربين اللي جمه مستر ماتيكالو كان مسك قطاع الناشئين في بارتزان لغسلافيا فكان متتبع الناشئين فكان بيجي الماتيات بقى بتاعتنا يتفرج عليها وجات صدفة بقيت كتان عندي 17 سنة مشافك مشافني فقال لهم الولد دا باسمه يقولوا كذا 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 فجيش تفرج علي وقلت آآ سكت فحصل بقى مفاجأة إنهم هم حبي يطلعوا بعض الناشئين يتمرنوا فوق ما خدونيش زعلت قعدت في البيت خالص آآ قلت مش رايح لأن أنا حاسس إن أنا أحسن من اللي موجودين آآ فاخد بعض الناس كده خد اثنين أو ثلاثة فقلت مش هروح كان فيه كابتن كوك والله يرحموه من عندنا من زين العبدية آآ قال لي آآ محمد أنت مجيتش قلت له لا يا كابتن كوكو لا أنا مش هروح بقى خلاص قال لي لا إزا هو نادي الترساة مش كان جم جم بمصرح البلون قبل كده لا دا احنا ملحق نعوش إحنا روحنا لقدام الزمالك اللي هو الوقت مقر الحالي نا ما كان المقر الرئيسي كان عند مصرح البلون مكان مصرح البلون آآ مظبوط لكن إحنا روحنا أنا روحت في الوقت اللي هو كان قدام نادي الزمالك اللي هو مكانه الحالي طيب وإنت ناشئ سوير و بتروح لانا الترسانة وبتاع هل الأسرة عندك كان الوالد كان بيديئك يقولك لا ما تروحش لازم تذاكر لازم تعمل وتعمل لا بالعكس كان بيشجعك أنا أحسن من لعب الشارع أحسن من لعب الشارع آآ حاجة لمك آآ حاجة لمك والآن دية ومنظمة وهو كان بيحب النادي الأهل قال لي طب ما روحتش ليه قلت له لا الأهل لا صعب وشوية قفت من رفع الودان ها آآ طيب المشوار كان بعيد عليك بالنسبة لمن اللي عندك لا كنت كان مشوار بسيط وسهل جدا كانت المواصلات سهلة أكتر من أوتوبيس بيجي سواء 11 من عندنا أو من عشرين من السيدة زينب لغاية قدنا باب النادي أول مبلغ أبطه في الكورة كان من مين وكام كنت لعبتي ماتش القناة ماتش القناة في اسماعاليا ده كان درجة أولا ناشئين لا درجة أولا ما هو أنا لا أنا بكلم عن ناشئين لا الناشئين ما كانش فيه فلوس ما كانش فيه فلوس كنا بناخد بونه لا مش بناخد واجبة مقارونة سباكتة ومعها حتة مفتيك مفتيك بس قبل المباراة لكن في التمرين لا طبعا لا ما أنا عارف فإنما ما خدش وانت في الناشئين خالص 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 طيب أول مبلغ أبطه من نادي الترسانة كان كام؟ ثلاثة جنيه ثلاثة سنة كام؟ كان أربعة وستين أربعة وستين ده كان ثلاثة جنيه كانوا كتار أو؟ كانوا كتار وأنا كنت مطلق مصر ماتيكال وكنا عندنا ماتش الثلاثة كان زمان التمرين سبت وحد وثلاثة وأربعة بس للفريق الأول ثلاثة تيام وأربعة تيام أربعة تيام فمستر ماتيكالو بلعب ماتش الثلاثة ماتش كويس يعني فأنا بلعب وجايب جنين مبتاع فلاقيتهم بيطلعوني بيطلعوني إزاي يعني فلسا قالولي تيجي بكرة الساعة ثلاثة الفريق الأول فريق أول إيه يا جماعة؟ أعمل إيه؟ أتخضيت أتخضيت فدخلت الأوضة لقيت الكابتن بقى الكبار كابتن شازلي وصفريات خايري عملوك إزاي؟ عمين عمل حاج لا استقبوا ليه كويس لأن كان اللعبني ظروف إن الكابتن حرب كان هو الونجراي أعم وكان عنده امتحان في الكلية فمش هو الروح الشرطة فمسر مانتكالي قال لهم هاتولي النوم الأربعة ده فجيت ففي التمرين تاني يوم الأربعة بيبقى تمرين خفيفة وتأسيمة والخميس راحة وتلعب لماتش الجمعة الجمعة فقال لي هتلعب ونجرايت قلتونا ما بعرفش هلعب ونجرايت قال لا إنت هتنفذ إنك هتلعب ونجرايت وتنزل على وسط الملع وتنفل على داود الوحش وتنزل على وسط الملع اللعبة الحديث دلوقتي اللي احنا بنسمعه دلوقتي الحديث آه الرجل كان هم مزودش معاي فبقى يخليني في التمرين أعملها من غير كورة وبعدين أعملتها حفضك يعني حفضني وبعدين لأني بزود فبسط الراجل فجيت تاني يوم اتمرنت معهم وسافرنا جيت يوم الجمعة الساعة 9 على فخر كنا بنسافر في نفس اليوم آه بنسافر في نفس اليوم ونلعب في نفس اليوم ونرجع في نفس اليوم نتغد هناك الساعة 11 ونلعب المباراة ونرجع من الإسماعيل وكانت فرقة القناة جفاق فرقة قوية جدا تقولك كان كابتن علي الزين عدل زين ولوفا وبيضو وعفوز عبدالعال وسامر شفيق واسمت أيلون واسمت لا لا كانت فرقة جامدة قوي جدا خط القناة دول السويس والقناة والإسماعيلي وبورسعيد كانت حاجة حد السؤال حركة آه فتعادلوا معنا آخر بديا كان الكابتن الحكم كان الكابتن علي أنديل طيب وإنت لما قالوا لك مين يلي قال لك أنت بكرة مع الفريق الاول بطلعك من لعب قلك انت بكرة مع الفريق الاول مين هو كان الكابتن سيد بولبول الله رحمه سيد بولبول طيب وإنت مروح من نادي الترسانة كده على البيت إيه اللي فعل إيه اللي ضار في زهنة؟ ما نمتش ما نمتش آه طب أنا عايزيني ليه؟ آه ما مولكش أنت بكرة بس مع الفرقة اللي تيجي تتمرن بكرة مع الفرقة آه ما نمتش فكرت في إيه؟ فكرت طب هم عايزيني في إيه؟ هاعد احتياطي هلاعيبني إيه؟ سردباك سردباك كويس كابتن عمين يعمل حج نص الملعب زحمة زحمة ما شاء الله كتير طب هيلاعيبني فرودة مستحيل ده المستحيل اللي اقتصانه ومحمود حسن ومحمود حسن وحرب وحرب يعني وفكرت في إيه دماغي بقى أن حرب هي كان زمان بيلعب أربعة فرود بيلعبوا فرق فرودة وكان حرب ورده بينفذ الفرود الباكل اللي بيروح نازل على وسط الملعب لأن مصر ما تكاهله كان بيلعب واحد أربعة اثنين ثلاثة واحد أربعة اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة آه بيقلل واحد من الفرودة وينزله وسط الملعب نزله وسط وبيلعب واحد ليبرو ليبرو هو اللي عمل اللي عمل دي هو اللي عمل الليبرو بعدين لما رجعنا بقى خلصنا ماتش القناة فلاقى أنا نفستها كويس كملت فيها في الدرجة الأولى وخدنا بيها كاس ماصر خدتوا كاس ماصر تجامبة خمسة وستين خمسة وستين من السويس الرياضي في ملعبنا بعد ما كسبتوا كاس ماصر إيه المكافأ اللي خدتوها خدت اتنين وعشرين جنيه ما فكرتش أن تروح أهلي أو زمالك ما كانش فيه تعد الشارع تبقى في نادي الزمالك لا ما كانش فيه قلت بحب بحب الفرقة بتاعتي كان ليها صدقات آه وكان ليها صدقات في النادي الأهلي حتى قلت كثير ناس بتتهمني أن أنا أهلاوي لأنه قلت برح أعود في النادي الأهلي على طول آه أنا فاكر كان صاحبي كابتن أنور سلامة كابتن سلاح حسني أنت حريك تربير يا ضي يا كابتن للزمالك وقدام الأهلي يقول لك لأ دلترسانة هتكسب عشان بيكرهوا لعبة النادي الأهلي إيه صحة الكلام ده ما لوش أي أساس من الصحة خالص بس كان مثلا مصطفى رياض بيخاف من جمهور الزمالك بيخاف أول ما ينزل الملعب بيبتدوا يوجهوا له شتائه بهتافات بقى بهتافات بيخاف مع أنه عادي طب لو تفتكر ماتش واستهام آه طبعا الزمالك إحنا روحنا وشجعنا الزمالك أنا أقتعد على السلم في ملعب الزمالك آيو كسبوهم خمسة خمسة كسبوهم يوم الحد هيلعبونا يوم الجمعة آه ياخي كان الجدول بتاع الدور العام قوي جدا ومثابت ده كان بيتبقى في الترميات وفي الأوتوبيسات والكلام ده كله واش عالب تضغير وبعدين الماتش يوم الجمعة مش هتصدق يا كابتن مصطفى والزمالك جاي بزفة بعلم بيعدوا الشارع بس دخلوا ودخلوا وكسبناهم اتنين صفر اتنين صفر كسبنا اتنين صفر ما تسبم نكونش بتكسبوهم على ملعب نادي الزمالك لا على ملعب الزمالك أنا روحت اتفرقت على ملعب ماتش السبعة فرقت على توتن هام والأهل والزمالك لسبعونا سبعة الأسبوع اللي بعديه الترسانة والزمالك سبعة ده أول ماتش اللي أبقى عمر النور الزمالك كسب سبعة آه ده اللي خلى مستر ماتيكالو يفكر انه يجيبني عدي ويوصل انفراض جاب ثلاث انفراضات لا كان عنده سرعة بين عالية فالأحمد عبني أنا كنت هو علمني إزاي أقدر المسافة وإزاي اللي بيني وبين التوقعات بقى والتوقعات زي عز الدين يعقوب زي عمر النور زي الفرع وده انت فاكر مواجهاتك مع النادي الأهلي إحنا مواجهاتي مع النادي الأهلي في مباراة قد في ملعبنا وكان بتنتهي كان بقى كابتن صالح في الملعب ورفعت وطارق وطاها وطاها وعيزة بالروس كابتن جهري لأ كابتن جهري متعور لما تعور كانت فرقة كويسة قوي وإحنا فرقتنا كويسة نلعب والدنيا بتنطر وخلص وخلاص الماتشي بنتهي وده الماتشي الوحيد اللي اتغلبناه وهب كرة بتترفع كابتن طلعت أساء تقديرها رح حطتها عملها بإيزة دخلت الجول ده الماتشي خسرته وعد سيخص ده الماتشي الوحيد اللي خسرناه احنا مكناش نقصرش ملعبنا على فكرة أنا عارف أنا عارف خسرنا الأهلي خسرنا السكة الحديد مرة خسرنا المحلة مرة والإسماعيلي مرة والإسماعيلي مرة محدش كسبنا بعد كده طب قول لي انت فاكر لما كسبتوا النادي الأهلي ما تشيرنا ربعض خمسة صفر واربعة واحد كنت انا احتياط صغير كنت احتياط اه لا كنت برا كنت ناشئ كنت بتفرج عالماتش قول لي مواقف وانت بتلعب قدام نادي الزمالك مثلا مع نجوم كبيرة غزنا كابتن حمد امام راح بتقول عليه كابتن حسن شحاعة كابتة باصري النجوم الكبيرة اللي متعت 일단 الم houses علي محسن عمر النور بنلعب ماتش ودي مع الزمالك و كنت انا ب imagعب اصر trov lieutenant و كنت طبعا الحمدلله أفله أفله أفل زى بيقولوا أفالها على كنت اساسي اه أساسي اه و ماتش ودي نعم وبعدين فجأة لقيت راح أحمد رفعت جاي من وراء ورح ضربني أنا خفت لكون رجلي حصل لها حاجة حصل شرخ فخرقت دربك في الأنكل ده خوز اللي ما جاتش في الوطر أنا خدت الحمد لله رجلي كانت قوية كانت رجلي قوية فخرقت وصممت أنزل الملعب وروح تنزل الملعب كنا احنا خالبين واحد صفر وماتش ودي يعني ما فيوش أي حاجة طب بتضربني ليه وكنا سمايل في الكلية عشان كنت أقفل عليهم أقفل وبيهدوه ما فيش أي حاجة وأكبر تنحل أدب منتهى الأدب عمره مشتاكة وعفة عمره ولا فاروق ولا ولا الناس دي ولا طه بصري طه بصري طه بصري الله يرحمه كان صديقي جدا يا سلام كان صديقي جدا لا طه جميل الله يرحمه يا سلام فأنا رح تنزل قلت لا لازم بقى أنا عارف أن أنا مش هكمل بزك فقلت أخد واحد ويطلع معايا أخد واحد ويطلع معايا من نوف فتقف عن راحت كان تفكيره مش مش مبتئزيش ما بأزيش فروح تنزل لقيت مين في وش عمر النور روح أخده بوكس كان الحكم حسين إمام كان عينه علي وأنا نازل حطت عينه علي كانت حسين إمام هينزل هيعمل حاجة مية المية يا دوبك أنا خدت البوكس ولقيت بنالتي عليكم علينا رح شايت وكابتن عبدالصو عبدالنصحي طلعوا بره لغاية دلوقتي مفيش حاجة المهمة إيه الزمالك فق علينا وكسبنا أربع واحد على ملعب الترسانة على ملعب الزمالك على ملعب الزمالك فعادي هعمل إيه طيب انت قد دلوقتي بجبت سيرة كابتن علي عنديل وكابتن حسين إمام وكان الكابتن خولي حاجة مصطفى كامل محمول حاجة مصطفى كامل محمول مصطفى رمزي مصطفى رمزي إيه يا أخي للنزل وحسين فاهمي وحسين فاهمي